طبعا زي ما كنتم قلوكم من شوية كده كده الفرحة واخدانة اليومين دول بسبب طبعا الاهلي اكسير السعادة لكن اكيد برضو احنا مش نسينا ان احنا النهاردة عندنا حدث مهم جدا هو مباراة منتخب مصر مع منتخب غينيا اللي يعني جاية الحقيقة في الظروف سعيدة جدا اولا على الجهاز الفني للمنتخب بقيادة طبعا البرتغالي روي فيتوريا ثانيا على القوام الاساسي للعيبي المنتخب وما بالطبع يعني لعيبة النادي الاهلي وده بالتأكيد بسبب فوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا طبعا فوز الاهلي بالبطولة دي عمل دفع معنوية كبيرة جدا للمنتخب ككل لانه من الطبيعي انك لما بتخرب بطل من بطولة قوية بالشكل ده هي الاهم تقريبا في القرى على مستوى الاندية ده بينعكس اكيد بشكل ايجابي يعني على ظهورك بقى مع منتخب بلدك خصوصا لما تبقى لسه عايش نفس الاجواء احنا لسه في نفس الاسبوع واكيد رد فعل الجماهير والفرحة بفوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا واصل اللاعبين بشكل او باخر وبشكل كامل طبعا مع وجود السوشيال ميديا كل حاجة بتتنقل في ثواني النهاردة المنتخب عنده تحدي كبير هنتكلم اكيد عنه وبالتفصيل لكن لما يعني المدير الفني فيتوريا النهاردة يعني معاه اكتر من اربع خمس اولو ست سبع عناصر جهزة من لعيبة النادي الاهلي خارجين من بطولة قوية يعني وعملين فيها اداء ولا اروع ده اكيد حيخليه برضو هو كمان شخصية حيكون عنده اريحية نفسية وافضلية فنية على المنافس ونتمنى ان احنا نجد ما يصرنا لما نتابع هذه المبارة ان شاء الله شكرا